السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلاميدي الأعزاء اليوم سنتطرق لدرس التراكيب صفحة رقم 70 كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس درس اللازم والمتعدي إذن الفعل اللازم والمتعدي إذن نبدأ بقراءة النص بعد ما عاد علي من المدرسة دخل بيته وجلس يقرأ وينجز ما طلبه منه أستاذه ظل علي يحضى باحترام أصدقائه لأنه كان مجدا ومهذبا إذن بعد قراءتنا للنص سنمر للخطاطتين لنتعرف عن ما هو الفعل اللازم وما هو الفعل المتعدي إذن الجملة الأولى جلس علي جلس علي فهذه عبارة عن جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل فعل جلس جلس فهو فعل وعلي فهو فاعل فاعل إذن من قام بفعل الجلوس فهو علي إذن جلس علي فعل فاعل إذن فعل جلس اكتفى بفاعل فهو إذن الفعل الذي يكتفي فقط بالفاعل كنشوف هنا عندنا الفعل والفاعل يعني ما عندنا شي كلمة أخرى إذن فيسمى بالفعل اللازم إذن لازم الفاعل ولم يتعده إلى مفعول به إذن فعل جلس اكتفى بفاعل فهو لازم يعني فعل لازم إذن هذا هو المعنى ذي الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل فقط نمر الجملة الثانية قرأ علي الكتابة إذن قرأ فهو فعل هذه أيضا جملة فعلية قرأ فهو فعل من قام بالقراءة علي هو الذي قرأ إذن علي هو الفاعل والكتابة ماذا قرأ علي؟ نطرح السؤال بماذا؟ شنو قرأ علي؟ ماذا قرأ علي؟ قرأ كتابا أو قرأ الكتابة إذن الكتابة مفعول به إذن عندما نطرح السؤال بماذا؟ فنبحث عن المفعول به إذن فعل فاعل مفعول به فعل قراءة تعدى الفاعل إذن كنشوفو هنا الفعل دي القراءة هو الفاعل تعداه إلى المفعول به فهو متعد إذن الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول به فهو فعل متعد متعد سوف يفهمنا؟ الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل فعل فاعل جلس عليون دخل أحمده الفعل المتعد هو الذي يتعدى الفاعل يعني كيدوز الفاعل وكيمشي عند المفعول به يعني يتعدى إلى المفعول به إذن كيتسمى بالفعل المتعد إذن أستخرج من النص باقي الأفعال وأميز اللازمة من المتعد إذن الأفعال اللي عندنا في النص أول فعل عندنا عادة بعدما عادة عادة عاليه إذن عادة فهو فعل لازم عادة فعل علي فاعل من المدرسة فهو جار ومجرور إذن معدناش هنا مفعول به دخل بيته دخل دخل ماذا؟ دخل بيته إذن دخل فعل والفاعل هو علي يعني ضمير مستتر وبيته مفعول به إذن دخل فعل متعدي جلس 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 علي بحال الجملة اللي عندنا هنا جلس علي فهو فعل لازم يقرأ قرأ علي الكتابة فعل متعدي ينجز أو أنجز أنجز التلميذ واجباته إذن أنجز أيضا فعل متعدي ما طلبه منه أستاذه فعل طلبة طلبة فهو أيضا فعل متعدي ظل ظل فهو ناصخ فعلي علي يحضى فعل حضية أو يحضى فهو فعل متعدي أيضا هنا كان فهو ناصخ فعلي إذن عاد فعل لازم اكتفى بفاعل دخل فعل متعدي دخل بيته جلس فعل لازم قرأ فعل متعدي ينجز أو أنجز فعل متعدي طلبة متعدي ويحضى متعدي إذن هدوما الأفعال اللي عندنا في النص نمر إلى الاستنتاج أو الخلاصة الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل وحده ويكون معه جملة مفيدة ولا يحتاج إلى المفعل به بحال هنا جلس علي فهي جملة مفيدة يعني تفيد معنا بدون حاجة إلى المفعل به والفعل المتعدي والفعل الذي يتعدى الفاعل إلى نصب المفعل به بحال هنا يقرأ علي الكتاب إذن نمر إلى أطبق ألاحظوا الجملة الآتية وأضعوا خطا تحت الفعل اللازم وخطين تحت الفعل المتعدي إذن المتعدي سنضروا تحت منه خطين واللازم خط برأ القاضي المتهمة في نوع الفعل هو برأة الفاعل القاضي المتهمة المتهمة مفعول به إذن برأة فهو فعل متعدي تعدى الفاعل إلى المفعول به إذن نضروا تحت منه خطين خطين تفتحة الأزهار الفعل تفتحة الأزهار فاعل إذن هذا فعل لازم يعني لم يتعدى إلى المفعول به واكتفى بالفاعل فقط إذن فهو فعل لازم استقبل المضيف الزائرة استقبل فعل المضيف فاعل الزائرة مفعول به إذن استقبل فهو فعل متعدي تعدى الفاعل إلى المفعول به إذن سنضع تحته خطين أركب جملة تتضمن فعلا متعديا إذن نركب جملة فيها فعل متعدي مثلا سنقول غرس غرس الطفل الشتائل الشتائل إذن غرس الطفل الشتائل غرس فعل الطفل فاعل الشتائل مفعول به إذن فعل غرس فهو فعل متعدي تعدى الفاعل إلى المفعول به نقدر نضيفه أيضا جملة أخرى سقا فعل سقا سقا البستاني الأزهارة مثلا سقا البستاني البستاني هو لجهة دينية البستاني الأزهارة أيضا سقا فهو فعل متعدي تعدى الفاعل إلى المفعول به إذن ده بخصنا جملة فيها فعل لازم يعني فعل يكتفي بالفاعل فقط مثلا سنقول وقف وقف التلميذ أمام الصبورة مثلا وقف التلميذ أمام الصبورة إذن وقف فعل التلميذ فاعل يعني هذا الفعل هذا اكتفى فقط بالفاعل لم يتعدى إلى المفعول به يعني معدنش فهذا الجملة مفعول به الجملة الثانية ستكون جملة أخرى جرى فعل جرى جرى يجري جرى المتسابق بسرعة إذن جرى فهو فعل لازم لأنه اكتفى بالفاعل فقط ولم يتعده إلى المفعول به إذن هذا هما الجمل دينا وبهذا نقول قد أنهينا حلستنا لهذا اليوم شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا